اشتركوا في القناة 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 الصنف الاول يحب الخطأ او يحب الزلم ويحب المعصية ويجري وراءها وصنف اخر اذا عصى الله تطل من الشعر في اسم لا يطلق ليه صغير اخير فحس بانه جبل سيطلب عليه كما قال ابو جرب الحديث فحس كأنه فحس بانه جبل يطلقا يضع عليه الصنف الاول يشترق على الحروب والمعاصي وينهاول في اداء الواجبات واذا فعل اكبر الخبائر كأنما ذباب عرض على انته فطال بيها جلب كل ذببه عنده صغيرة لا يعبد بها فول او عمل او فعل سيطات وكثير من الناس في هذه الاسقوع في هذا الشعر يسرقون المساجد من اليدك الله يسرقون الكلب من المساجد ويسرقون الصلاة من المساجد ويدخلون المساجد والعياب بالله يتغوطون فيها هذا واطع وهذا صالح ومعلوم يدخلون المسجد حتى يعصى رب العزة سبحانه وتعالى فيها هذا امر وهذه كافة من الناس تجترب على المعاصي وتبحث عنها فإذا وضعت المعصية تطور بلاها كذلك أجل مباد حتى على أمه وكأن الأمر هيئي إذا أذنب فرع وإن عصى اتهت وإن فاتت المعصية حزن على فواتيها وعصى وضيفة شفوات تلك المعصية يفرق بمعصية الطالب ويجاير الله سبحانه وتعالى بنعمه هو الذي أعطاه نعمة البصر وهو الذي أعطاه نعمة السم وهو الذي أعطاه نعمة قوة وهو الذي أعطاه نعمة العقل ونعمة البصيرة ونعمة المال ولكنه يؤمن عقله ليسرق بيكة من جلد الله يؤمن عقله في آية من آياتنا حتى يحلل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يشتري على المعاصي لا يعلم بأنه سيلادي ربا عادلا فيقول في القرآن برأيه ويقول بالشريعة برأيه فيسبه من يسبه ويشتري على الله سبحانه وتعالى تعلم أن لكل هذا يوما نلاقي فيه ربنا شبحانه وتعالى وسنحاسم على كل كلمة نقولها وعلى كل فعل نبعه وعلى كل محصية نعصي لها ربنا شبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بسحة البلد أنعم علينا بسحة العقل والمطرة المال وصنف ثالث يسعى ويحارب الابتعاد عن المعاصي وهو صنف صالح ولكن غلبته شهواتهم وغلبته الدنيا فعص الله فندم وتعصر وقال من العزيز المنتقل ومن أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيرى ربنا المعصية فيبكي على ما طرد في جنب الله ويلدمه ما ينوب لمولاه وهذا كل ما أثنب رجع إلى ربه واناه كل ما فعل فعل فعلنا رأى بأن معصية استغفر ربه سبحانه وتعالى وإن الله يغفر جلوبنا مهما علم ومهما ترقب بشرق النذر والانتجاه إليه بالدعاء اللهم قلنا اللهم قل علينا فنأخذ عباب الله قلنا بين هذين السنفين من أي سنفين؟ من هذا السنف الأول المشترس على المعطية؟ أم من الصنف الثاني الذي كل ما أذنب استغفى عمره وأناك؟ فلتسأل نفسك وتسأل أهلك وكل من تعلم ناصحاً عالماً أو متعلماً عليك بأن نوصح الناس وتقف بين زمجك وأهلك فتعلمهم وتعلمهم كيفية أن ينوبوا في كل ذنب يختلفونه ولكل ذنب يختلفونهم يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فائشة أو ضلدوا أنفسهم ذكه الله فعد أن عصى ربك بأنقار بالفائشة وبالضلط فكى ربك سبحانه وتعالى ذا بسح الله الرحاكين أو توجه إلى ربك بالدعاء أو توجه بالصدقاء أو أكثر من الصيام بعد ذلك ورقع يديه إلى السماء المستغفر ربكه سبحانه وتعالى بعد أن ضرمه وبعد أن أتى الفائشة ذكر الله هذا نوع من الذكر وهو أن تتوفى لربحة سبحانه وتعالى بكل معصية ذكر الله فاستغفروا للمعصية ومن يكون ذنوب ومن يكون ذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا هم يعلمون أي صنفين أي صنفين أنت تفكر وانظر وتدبر ثم انبغي إلى الحق سبحانه وتعالى واطرق باب التوى فإن كنت من الصنف الأول فالنجاة النجاة والفرار إلى الله ففروا إلى الله إن كنته إياه وأمتذ جدك وبدلك من النار وإن كنت من الصنف الثاني الذي يطيع الله سبحانه وتعالى ويلتقيه ويطابه من الدنوب فإذا أذنب كانت لقلبه خوف من الله خوف من أن يفضحه الله سبحانه وتعالى أو خوف من أن يعاقبه أو خوف من الله شبحانه وتعالى أن يطلع عليه خوف من ذلك التنبه فأكثر من الدوبة وأكثر من الاستغفار واشغل نفسك بما يفيد عما لا يفيد ودع ما يريدك إما إذا ما لا يريدك ثم علم بباد الله أن دواعي الدوبة كثيرة دواعي أن يتوب المرض إلى ربه شبحانه وتعالى ويرجع إلى بولان الذي خلط دواعي ذلك كثيرة 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 ولكن من أكثرها ومن أعظمها أن هناك حاجب لود جده وينادي إلى الأحيات يناديهم وأنتم ترون كل يوم نعشاً يذهب من بين حيكم إلى القبر فهذا نذير لكم لأننا نمتع على الأقواب كذلك من دواعي الدوبة أن الإنسان قد يعلم رأسه الشيخ هذا الشيخ نذير كما قالت العباس ولقد شاهد النذير قالت العباس النذير الشيخ ينذر به ربنا سبحانه وتعالى من شابه يدره ورسوله في طاعة الله وينذر كذلك العاصي الأمة الإسلامية ينذره بأن العمر الذي قد سلت ما سيأتي أقل منه بكثير فعلم عبد الله لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته منطبت على كذلك بأن اليوم الذي يذهب لا يرجع فهذه الأشياء هي من دواعي الدوبة ولكن كذلك من دواعي الدوبة التذكير اليومي الذي يذكرنا به ربنا سبحانه وتعالى يومياً بأن تذكر فإن الأرض إلىها كل يوم تسمع في الملادين الله أكبر الله أكبر كل يوم فهل تذكرت يوم أو تذكرت يوم التي تسمعها في كل وقت خمسة مرات في كل يوم تسمع الله أكبر فهل اهتديت وذهبت إلى الصلاة فهل اهتديت وذهبت إلى صلاتك وإلى طاعاتك وإلى عباداتك وذافعت بقيمك وعن الإسلام وذافعت بعملك عن إسلامك حتى لا تقصر ذريعتك لهؤلاء الذين قلقوا وذهبت بقولهم أن يسبوا الله ورسوله وأن يعطلوا ما جاء القرآن فيحلل الخلافة ويحرم الخلافة لن تدعوه بشيء إلا بتذكرتك نفسك ومن حولك بأن الله أكبر من كل شيء في هذا البلد وفي العالم بأسمه الحول وفيما طلب الله سبحانه وتعالى فالله أكبر من كل شيء والله أكبر من كل عقول وهذا القرآن وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن عليها ونسأل عليها بأعمالنا أكثر من أحوالنا وأكثر من كل شيء يا نرش توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي واسفي لذنوبك الرحمن غفار الظنوبي إن المنايع كالرياح عليك ذلك من ربوبي والموت شر واحد والناش مختلف الظروبي ما بغيرنا على القبر إلا ساعات كبيرنا وصغيرنا عليك أن لا تكبر شيئا أكثر من هذه الأيام التي نبيشها فإن الله سبحانه وتعالى سماها بيها لأنها نبيلة ليس فيها إلا شهوات بطن وشهوات خارج وليس فيها شيء إلا مقتلتناه لغد إلا قبل الله التي ستكبر في صحائبنا فنتزود فيها إلى يوم ليس فيه إلا ربنا سبحانه وتعالى سيسمع ما نقلت وما تتعلت فنجد هذا الزاد الذي تزودته به في الدنيا وتزوده فإن خير الزاد فإن خير الزاد التقوى كذلك من دواعي التوبة عباد الله الخوف من الله الخوف من الله فخوفنا من مولى سبحانه وتعالى ودائم من دواعي تومتنا عندما نقرأ كل يوم في القرآن سواء من الأسرة المولى سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة وجد علينا أنه ونرجع ألوك عما أنه مغين شواء كانت بالفكري أو بالعمل هناك غير وضلال في عقول وهناك غير وضلالة مبارسة هناك من يزلل وهناك من يزلل وهناك من الله يصلي أو يتخاضل ولكن هناك أعمر من هذا أولئك الذين يلعبون في رؤوس الناس مدعين العلم يلعبون في العقل ويلعبون في الفكر لأنهم يدعون العلم هذا أكثر من الذي يزني ومن الذي يسأل لأنه من ذلك فسيعاقب على لي وحده ولكن من بث في الناس فتة شرية فكرية يتكامل ويطارب العقول فالعقول وذلك تلك الأفام التي في الناس هناك من سيأتي تلك الأفتار ويكونتها إلى غيره وإلى غيره وتعوم بتلك وبذلك فنقرأ وإباد الله في كل يوم في المصحة إن جهنم كانت المصحة للطاديل مهابة إذا قرأت ذلك من حق أنك عليك أن تتوب إلى الله وترجع وطعاماً لا بصة وعذاباً أليماً إذا سمعت ذلك كذلك فعليك أن ترجع إلى ربك وتتوب بضيك ومن الشرق الذي أنت فيه فنحن إباد الله في كل لحظة الوحيد مراققون بربي أجل وعلاً أما الداء الثاني فهو محبة الله سبحانه وتعالى فأنت تحب إلهاً قادراً تحبه فلا تعصيه وبذلك تلك في نفسك أنك كلما أردت المحصية تذكرت محبتك لله سبحانه وتعالى وتذكرت محبتك لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فرجعت وقلت أستغفر الله هذه أستغفر الله هي التي وجب أن نبقى عليها وأن نغفر منها هذا وأستغفر الله العظيم وكانا جدنا لأستغفر الله حمل что